هس راح نجي نحجي على الثاني بارت اللي هو الكيس ريبورت ان كيس سيريز نحن قبل شوي حجينا على الكوريليشن اللي هو راح يقلع لنا الانسكريبتوف ابيديميولوجي للبوبوليشن اما هس راح نجي على الانديفجول الذين ثلاثة كذا نوع الكيس ريبورت الاول الكيس سيريز التاني القسم الاول والثاني الكيس ريبورت وكيس سيريز دامجها بوحدة لانه هي the same exact concept يعني هو الكونسب نفس الكيس ريبورت نفس الكيس سيريز بالضبط 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 انه الانديفجول is the unit of observation تمام الفرق انه they describe the experience of single patient in case report and small number of patient in case series هي من اسمها الكيس ريبورت يعني معناها انه احنا دا ناخذ experience مال مريض واحد اما الكيس سيريز يعني حلقات من الكيسات ناخذها مال small number of patient بس هي العامل المشترك انه هي individual هي unit of observation وثاني شي انه يشتركون سواء يعني مريض واحد او عدة مرضى يشتركون انه هاي اهم شي انهم unusual features of disease unusual هاي الكيورد كلش مهمة the unusual هي هاي اللي تطلع للكيس ريبورت الكيس سيريز and they help in formulation of hypothesis يعني سواء hypothesis واحدة or many hypothesis اهم شي قلنا formulation or generation not testing التستنج رح يصرنا بالانالايتك study وثاني شي represent the first clue in identification of new disease or epidemics يعني احنا مثلا هاي بنهاية المجلات الطبية بنهاية كل مجلة واخر شي صفحة يسموها case series and case report يذكرون انه تجو يعني فد مريض سوينا العملية وتطلع عنده complication اول مرة يطلع او مجموعة مرضى سوينو لهم نطيناهم علاج وطلع عندهم مضاعفات اول مرة تطلع او مثلا اه نفد اعراض مرض اول مرة نشوفها عند شخص او اشخاص هاي اهم شي انه تكون اشياء غير مألوفة يعني unusual فهاي شنو تفيدنا قلنا انه نقدر انه نسوي نظرية ونقدر انه تكون هاي مثلا اني بالعراق اه سويت case report اجا واحد بمصر سوى case report على نفس الكيس اللي انا مسويته اجا واحد مثلا بمصر بالهند سوى case report او case series على نفس الكيس انا مسويته فراح يطلع انه بالعالم لو اقوفد new emerging disease او re emerging disease يعني مرض انقرض ورجع فهاي كلها نقدر نعرفها بالcase report وعدنا ذكر لي امثلة مثلا من الكيس ريبورت يقول لي انه مثلا هي clinical case يعني single case single patient with unusual clinical picture مثلا 40 years old female اذهب الموناري embolism with no history of cardiovascular disease and recent use of oral contraceptive يعني هذا هاتش يعني unusual يعني عدها بالموناري embolism ومعدها استريمال cardiovascular معدها يعني عدها بس recent use of oral contraceptive يعني شي مو مألوف عدنا بالcase series قدنا هي نفس الفكرة بس هنا اكو عدة كيسات يعني مو كيس واحدة اكثر من كيس طبعا هاي احنا قدنا نشوفها فكرة سخيفة بس هي هاي من الكيس سيريز من الكيس ريبورت كونسيبت اتعرف المرض الفتاك بالعالم هو ال HIV 8 شون قالوا لقو انه ب 1982 اقو يعني شباب صارعدهم نيمو سيستس كاريني بس هم معدهم اميون ديفشنسي في يعني اخضوا منهم هستري وصور المقزة من ناشين لقوهم همو سيكشول فقدروا يعني يسوون شون بالنظريات واكتشفوا انه المرض اللي هو تارث مرض بالعالم يسوي مورتاليتي هو ال HIV الادفانتج اسماتي مالكيس ريبورت كيس سيريز مادام هي يعني نفس الفكرة انه هي افيلابول داتا ديتالد اندفجول داتا ويسوي انه جينيريشن او فورموليشن او هايبوثيس اما الادفانتج اهنا انا يقول لي انه هي القيم دي تطلع لي هي يتمثل ال person نفسه ما تمثل لي population يعني عكس القيمة مع ال population ما تمثل ال individual ان انا القيمة مع ال individual ما تمثل ال population وان انا ما عمدي comparison group يعني ادوب هو الشخص نفسه اشتركوا في القناة